مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد من فيديوهاتنا حيث سنتحدث في هذا الفيديو حول صناعة سماد الحديد في المنزل وبالمجان وبأشياء بسيطة إن صنع سماد الحديد في المنزل هو طريقة رائعة لتحسين جودة التربة وضمان نمو سريع للنباتات بشكل صحي وهو علاج لأسفرار الأوراق والحفاظ على الأوراق خضراء ناصحة أولا يجب أن نعرف أصدقائي بأن سماد الحديد هو عنصر أساسي يحتاجه النبات للنمو بسرعة وبشكل صحي وقوي ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يواجه النبات إسفرار وتساقط الأوراق وهذا يعني أصدقائي نقص الحديد في التربة مما يؤثر على صحته ونموه ولذلك يعد صنع سماد الحديد في المنزل طريقة فعالة ورخيصة لتحسين جودة تربة وتوفير الحديد اللازم لنمو النباتات بشكل صحي وفي هذه الطريقة أصدقائي سنستخدم شباك حديدي صادق والسكر وعصير الليمون وذلك لأن الشباك الحديدي المصدق يحتوي على نسبة عالية من الحديد ويتحلل بسهولة في محلول الماء كما أن السكر يساعد على امتصاص الحديد بشكل أفضل من قبال النباتات وفي حين يساعد عصير الليمون الحامض على تحليل وعلى تخمير الحديد بشكل أفضل أولا أصدقائي نحضر وعاء من الماء ونضف الشباك في الماء ونضف إليه ملعقة صغيرة من السكر ومن ثم نضف إليه نصف كأس من عصير الليمون الحامض ونمزج المكونات معا وبعد مزج المكونات معا يتم تركها لمدة ثلاثة أيام في مكان دافئ حيث يتحلل الشباك ويتحول الحديد إلى شكل قابل للامتصاص من قبل النباتات يحتوي على نسبة عالية من الحديد ويمكنك إضافة هذا السائل إلى التربة حول النباتات أو رش فوق الأوراق ويمكنك استخدامه لتحسين نمو النباتات وعلاج إصفرار الأوراق مما يعني أصدقائي نقص الحديد في التربة وبهذا أصدقائي نصل إلى نهاية هذا الفيديو المتير حول صناعة سماد الحديد في المنزل باستخدام شباك حديد صدق وسكر وعصير الليمون الحامد إنها طريقة سهلة وفعالة لتحسين جودة التربة ونمو النباتات وخصوصا للحمضيات نتمنى أن تكون هذه الطريقة مفيدة لكم ولا تترددوا في مشاركة تجربتكم معنا في قسم التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومفيد في عالم زراعة في المنزل وشكرا لمشابعتكم ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله